أتى ساعة سباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جريناتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم تتواصل أعمال القمة العربية الحدية والثلاثين في الجزائر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث يلقي الرئيس اليوم أكلمة مصر أمام القمة العربية والتي سيدعو خلالها إلى تضافر الجهود خلال المرحلة الراهنة نحو تعزيز التضامن بين الدول العربية كافة وتعزيز أطر العمل العربي المشترك وسيتطرق الرئيس السيسي في كلمته إلى القضايا الفلسطينية والليبية والسورية وكذلك سد النهضة الإثيوبي من منظور أوسع للأمن المائي للدول العربية ومن المقرر أن يتضمن برنامج الرئيس السيسي عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع أشقائه من القادة العرب من أجل التبحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية كما يشارك الرئيس السيسي في جلسة تشاورية على مستوى القادة العرب والتي ستعقد لأول مرة في قمة عربية أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على مواصلة تعزيز التعاون مع مؤسسات الأمم المتحدة في مختلف المجالات وذلك لدعم السلم والأمن الدوليين جاء ذلك خلال لقائه أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتريتش على قمة العربية بالجزائر وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أكد تقدير مصر للتعاون المثمر والمتنامي مع الأمم المتحدة فيما يتعلق بقضية تغير المناخ وتأثيراتها على العالم مشيرا إلى استضافة مصر المرتقبة للقمة العالمية للمناخ كوب 27 ومن جانبه أيضا أشهد أمين عام الأمم المتحدة بمكانة مصر المتميزة ودورها الفاعل في منظومة العمل الدولي متعدد الأطراف عقدت تنصيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونا نقاشيا حول توطين الصناعة في مصر وخلال الصالونا تم التأكيد على أن توصيات المؤتمر الاقتصادي ستسهم في توطين الصناعة في مصر مما يضع مصر في مقدمة الدول المصنعة في إفريقيا أعلن حزب العمالة الذي ينتمي إليه الرئيس البرازيلي المنتخب لولا دا سيلفا مشاركة دا سيلفا في مؤتمر كوب 27 المقرر انعقاده في مصر ورحب علماء البيئة بفوز لولا في الانتخابات بعد أن وعد خلال الحملة الانتخابية بحماية غابات الأمازون المطيرة واستعادة دور البرازيل القيادية في مجال تغير المناخ أعلن الجيش الكوري الجنوبي أنه أطلق ثلاثة صواريخ جو أرض باتجاه شمال حدوده البحرية مع كوريا الشمالية ردا على إطلاق بيونج يونج ما لا يقل عن عشرة صواريخ في وقت سابق اليوم وأضف الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا تجاه بحر الشرق وذلك عقب تحذير بيونج يونج من أن سول والولايات المتحدة الأمريكية سيدفعان ثمنا باهظا بسبب المناورات الأمريكية الكورية المشتركة في تهديد مستتر باستخدام الأسلحة النووية يلتقي الأهلي فريق الداخلية الخامسة مساء اليوم على ملعب استاد السويس الجديد وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدور الممتاز وكان الأهلي قد حقق الفوز في الجولتين الأولى والثانية من الدوري إذ انتصر على الإسماعلي وأصوان بهدف نأدون رد أمام كل منهما وفي مباراة أخرى لحساب الجولة الرابعة يلتقي الزمالك فريق أمبيا السابع مساء اليوم على ملعب استاد المقاولون العرب وكان المريض الأبيض قد فاز في الجولتين الأولى والثانية على حساب سموحة وصيراميكا كيلو باترا بهدفين أمام كل منهما نهاية مجزء التساع نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل